تعلق ديل الإطال كونغولي فلونو إبنكي كان واضح هذا الموسم رغم الانتقادات اللي طالتوا من خلال بعض المتتبعين ولما بعض الجماهير ديل فارق نارضي بركان لا أنا شوف باش نكونوا واقعين لأنه المدرب اللي كيجعك يعطي الإضافة لأي فارق فربما غدين شدوا بالليدين دينا وسنان دينا وهذا ربما واقع لي أنه ولي كيحتم علينا نتكلموا وشكوني كيخلينا على أنه نقولوا مدرب ناجح ولا ماشي ناجح وما النتائج وإلا رجعنا للنتائج دينا نهداش بركان هذا الموسم هذا فكتكلم على حصل على جوج ديال الألقاب من أصل ثلاثة وهذا معطى إيجابي ممكن فارق لأنه أول موسم اللي في التاريخ دياله غد يحصل على لقاب ديال الكاف وغد يحصل كذلك على لقاب بطولة كأس العرش أعطيني مدرب طيلة المشوار ديال نهداش بركان منذ تأسيس دياله قدم هاد المعطيات وقدم هاد الألقاب لهذا الفارق هذا ولا مدرب اليوم إبنغي خاصة نعطيه الحق دياله مدرب إفريقي باللمسة إفريقية جعت الإضافة للفارق نهداش بركان بلاعيبين لغير الجلد ديال الفارق شقريبا بواحد نسبة ديال 80% وكنت عنده الشجاعي يعني احتفظ بالركائز فقدموا دياله أو ربما هاد البيضون النمساوي والعزيز هذا أمر هذا معطى إيجابي بالنسبة المدرب لأنه كتبقى شجاعة وكتبقى قوة شخصية لأنه وفرض الرأي دياله والشي الإيجابي أنه بيين ولغير من استراتيجي ديال الفارق لأنه بركان في هاد السنوات الأخيرة ففارق اللي كان كيعتمد على اللاعب المباشر وكيعتمد على كدلك على الكورة تابيتة اليوم بركان مع إبنغي فغيرت من الفلسفة دياله البناء من الخلف شفنا كيفاش الأغلبية ديال الكورات اللي يبدأت من المناطق الخلفية وهنا كنت تكلموا على الجراء اللي كانت كذلك عند الحريس الوعد اللي كان كي يعطي ديب باس مع المدافعين دياله وكانت كتخرج الكورة بوحد الشكل السليس وهذا ربما معطى إيجابي لنهدج بركان لأنه حتى من خلال البناء ففارق اللي ربما أقول لكيعتمد على واحد لجو اللي كيكون بخوب تكيعتمد على كدلك هو واحد العدد ديال التمريرات اللي كي ديب باسي واحد لنومبغ اللي ممكن كان عليه الفارق في هاد السنوات السابقة فمعطيات إيجابية كبيرة بالنسبة للبركان ويلمشى إيبنجي اليوم فغد يخلي واحد لإرش كبير بالنسبة للنهدج بركان واليوم الناس والمشجعين ديال النهدج بركان خاصهم يكونوا شاكورين كذلك المدريب إيبنجي لأنه قدم عمل كبير وجبار سيفغل أنه جا دار واحد لمرحلة وبناء تاريخ ديالو وبناء الاسم ديالو كذلك على المستوى الأفريقي مع فارق نهدج بركان لأنه مدريب ما عندوش ألقاب قرية بزاف ولكن المستوى ديالو ولن نتائج ديالو خلات على أنه ربما يدخل سجلات ديال نهدج بركان